نعود إلى النقل المباشر والخاص بافتتاح فعالية الملتقى مع وزير المجاهدي وجعلت تضحياتنا عابرة للقرات متجاوزة في ذلك الأوطان والأعراق والأديان والثقافات وحملتكم على التجاوب والإسهام بجهودكم الفعالة والمغامرة بحياتكم من أجل قداسة الحرية والكرامة التي ينشدها الإنسان إن الجزائر تقف اليوم بكل إجراء إجلال وإكبار أمام أرواح الشهداء الأبرار الذين قذوا في ميدان الشرف دفاعاً عن حرية الوطن وسيادته وعن الكرامة التي تظل غاية كل إنسان في هذا الوجود إن الجزائر لا تنس فضلكم والتزامكم الثابت في هذا المسعى النبيل ذلك أن الجزائر التي اكتوت بالأمس بناء بنيران الظلم والطغيان وعان شعبها المكافح من الظلم والاستبداد تأخذ اليوم على عاتقها استكمال رسالة الشهداء في دعم كل الشعوب المناهضة للاستعمار وتبقى وإياكم بما ورثته من تقاليد أسلافها وبما يمليه الضمير الإنساني الحر وما تقتضيه قيمها السامية ومثلها العليا مجندةً في الدفاع عن كل القضايا العادلة في العالم ليسود السلم والأمن والعدل بفضل تآزوركم وتضامنكم بالأمس وحضوركم المشرف اليوم وذكراكم العطرة غداً وأبداً يا أحرار العالم الأوفياء لحبيبتكم الجزائر الغالية وشعبها الكريم الأبي الذي يكن لكم سادق العرفان وخالص الامتنان وهو فخور بكم على الدوام عاشت الجزائر حرةً مزدهرة وعاش أصدقاؤها منعمين بالصحة والعافية والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار إذن كانت هذه كلمة وزير المجاهدين وذوي